بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بكم على قناة STC سالموني تريدينج شارن مع كورس الفلكي السالموني سنتناول بإذن الله في هذه الحلقة والحلقات التالية موضوع الجبال حيث سنتناول بالشرح والتفصيل عناصر المواضيع الآتية أولا جذور الجبال ثانيا توازن الجبال ثالثا الجبال كعوامل توازن للأرض رابعا الجبال العالية والثلج خامسا حركة الجبال سادسا أصل وعمر الجبال اليوم إن شاء الله موضوع الحلقة هو جذور الجبال لقد تم حديثا تعيين التركيب الداخلي لباطن الأرض عن طريق دراسة الزلازل ولقد كشفت هذه الدراسات عن وجود ثلاث طبقات للأرض هي القلب والرداء والقشرة يتكون القلب الداخلي للأرض على الأرجح من مادتي الحديد والنيكل في حالة صلبة ودرجة حرارة تصل إلى خمستلاف درجة مئوية ويمتد القلب من المركز إلى نصف قطر قدره 800 ميل ثم القلب الخارجي بسمك 1350 ميل ويتكون من حديد ونيكل في حالة سائلة ثم يبدأ الرداء بسمك 1800 ميل بين القلب الخارجي والقشرة بينما يتكون الرداء من سخور منصهرة أما القشرة فيبلغ سمكها من 20 إلى 25 ميلا في المتوسط تحت القرات ويزداد إلى ضعف هذا المقدار تحت الجبال العالية ومما سبق يتضح أن القشرة الصلبة للكرة الأرضية لا تمثل أكثر من 1% من نصف قطر القرى الأرضية ويصل متوسط كثافة الأرض إلى 5.5 جرام على السنتيمتر مكعب وهذا المقدار أكبر من كثافة الصخور السطحية تبقى للقياسات الحديثة المستنتجة من دراسة أمواج الزلازل والتي تؤكد أن باطن الأرض أكبر كثافة من سطحها والقشرة هي الجزء الهام الذي يغطي سطح الأرض وتحدث بها جميع الظواهر الجيولوجية ومن أهم هذه الظواهر الالتواءات التي تكون سلاسل الجبال بما يسمى أورجينيس أي نشأة الجبال في عالم الجيولوجيا ولهذه العملية أهمية بالغة في تكون البروذ الذي يؤدي إلى جبل مرتبط ومثبت بأساس ينتد في عمق القشرة الأرضية داخل الرداء فيؤكد بذلك وجود جذور الجبال يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الجبال في القرآن الكريم ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا صدق الله العظيم الوتد قطعة من الخشب أو الحديد تثبت حبال الخيمة ويدق الوتد عادة إلى أن يغوص الجزء الأكبر منه تحت الأرض اللي هو الجذور لهذا الوتد ومن المعروف علميا أن قشرة الأرض أكثر عمقا تحت الجبال مما يؤكد وجود جذور لسلاسل الجبال العالية قد تصل إلى عمق قدره ربعمية ميلا تحت سطح الأرض تبقى لأحدث قياسات القرن العشرين مع العلم بأن أعلى قمم الجبال المعروفة تصل فقط إلى خمسة وستة من عشر ميل فوق سطح الأرض ويمكن توضيح الشبه المذكور في الآية القرآنية السابقة بين الجبال والأوتاد فيما يلي رقم واحد الأوتاد تغوص تحت الأرض بقوة المطرقة بينما الجبال تغوص تحت الأرض بقوة الجاذبية رقم اثنين الأوتاد تمسك الخيمة وتثبتها بينما الجبال تعمل كهيك العظمي يمسك بالأنسجة التي تمثل الأرض المحيطة بالجبال رقم ثلاثة قد يتضح علميا في المستقبل أن الجبال تساهم في تثبيت الغلاف الجوي على سطح الأرض ومنعه من الهروب وكأن الجبال أوتاد تثبت الخيمة الجوية التي تعلو رؤوسنا وتحفظنا من الإشعاعات الخطيرة والشهب الحارقة وعلى أي حال فإنه يمكننا اعتبار القشرة السطحية للأرض كما لو كانت سجادة مثبتة بواسطة الأوتاد والتي هي هنا تمثل الجبال حقا إن التشبيه القرآني للجبال بالأوتاد تشبيه بليغ يلفت نظرنا لحقائق علمية مذهلة في الطبيعة من حولنا ويبين لنا كيف أن وجود الله عز وجل وأفضاله علينا ورحمته بنا حقائق تظهر للبشرية في صور مختلفة في هذه اللوحة الكونية سبحانك ربي إنك على كل شيء قدير إلى هنا نكون قد انتهينا من الجوء الأول في الحديث عن الجبال إلى أن ألقاكم في الجوء الثاني لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلمون